وليس إذا تحدث الوزير وظهرت النوايا وكشف ما كان يتستر عليه النظام تتضح الصورة وتقرأ الملامح وتفهم المقاصد من وراء ما أدلى به وزير الخارجية القطري أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في كلمة تحمل الرسالة نفسها التي لا تعكس سوى استمرار النهج القطري في محاولة تضليل الرأي العام الدولي تجاه حقيقة الأزمة السياسية مع سياسة إنكار حقيقة دعمهم للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والفتن والتدخل في الشؤون الداخلية للدول رد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب جاء واضحا ودقيقا ليؤكد أن جل ما قاله وزير الخارجية القطري بعيد كل البعد عن الحقيقة وما تبقى منه تلفيق وتزوير للواقع الذي تعيشه قطر خصوصا في مجال انتهاكها لأهم وأسمى مبادئ حقوق الإنسان والعمال وليس كما ادعى وزير خارجيتها بأنها تنحاز لحقوق الإنسان وحق تقرير الشعوب لمصيرها هذا النهج الذي ينتهجه وزير الخارجية القطري في خطابه لا يرقى بأن يكون عملا دبلوماسيا حقيقيا يسعى لحل الأزمة ولا يدلل أو حتى يلمح على ما يتبجح به المسؤولون القطريون من مساعي لحل الأزمة فالأزمة القطرية مناطة بوقف دعم الأديولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي تقوم به قطر بشكل ممنهج منذ سنوات ولا يمكن للنظام القطري أن يستخفى ويهين الرأي العام الدولي ومجلس حقوق الإنسان من خلال تقديم هذا الخطاب ويطلب منهم تصديقه وهم يرون بأم أعينهم مدى فدحة أعمال النظام القطري تجاه العديد من الدول التي دمرت نتيجة سياسة الدوحة العدائية ولم يخلو بيان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من النصح والتوجيه لوزير الخارجية القطري بأن يعمل دبلوماسيا بشكل أكثر نجاعة فقد كان حريا به أن يستغل هذا المنبر الدولي للإعلان عن التزام بلاده بوقف دعمها للإرهاب كما طالبت الدول الأربع بدلا من أن يطلع المجلس على ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة أو أن يعود لأكذوبة الحصار الواهية وبهذا فخطاب الوزير ملأته التخبطات والتناقضات فهو يدعو للحوار تارة وتارة أخرى يضرب بعرض الحائط الوساطة الكويتية وجهود أميرها الحثيثة لحل الأزمة والسؤال الذي لم يجب عليه الوزير لا في خطابه ولا حتى في أي ممارسة سياسية أو اقتصادية أو دبلوماسية لبلاده ماذا قدمت قطر لتمضي بالأزمة إلى طريق الحل مقارنة بما قدمته الدول الأربع ترجمة نانسي قنقر